استمرار المعارك البرية المقاومون ذكروا من أنهم ضمروا مجموعة من الآليات وصلت حد عشر آليات فيما رأيت في 24 ساعة واستمرار القصف فالاحتلال يدعو سكان أحياة جنوب قطاع غزة لإخلاء منازلهم يريد قصفهم بالرغم من أنه كان يقول روحوا إلى جنوب غزة وأنتم آمنون هناك والحقيقة أن لا نقطة هناك للأمان ونتنياهو يرد على هجوم أردوغان أردوغان قال اليوم رفع في سقف الخطاب فقال اليوم إن إسرائيل دولة إرهابية وأنه سيفعل كل ما يستطيع على الساحة العالمية لكي توصف بأنها دولة إرهابية هذا التطور في الموقف التركي صحيح أنه يأتي تدرجا لكنه يأتي متأخرا أيضا ولكنه هذا الموقف بالذات هذه الدعوة بالذات أثارت نيتنياهو بقوة ورد عليه نيتنياهو المجرم قال هناك قوة تؤيد الإرهاب ومنها الرئيس التركي طيب أردوغان الذي يقول إن إسرائيل دولة إرهاب لكنه دولة لكنه هو دولة تؤيد حماس الإرهابية وقد فجر قرى تركية كثيرة فنحن لا نحتاج منه موعدة أما رئيس جنوب إفريقيا والحقيقة أن جنوب إفريقيا موقفها تخيلوا أن جنوب إفريقيا موقفها أكثر من الجماعة اللي يقولوا أنهم القوة الضاربة وأنهم القوة الإقليمية وأنهم القوة الضاربة في إفريقيا وفي المنطقة يعني جنوب إفريقيا اليوم أيضا يدعو قال قدمنا شكوى ضد إسرائيل للمحكمة الجنائية ما طلبش أن يرى محامين هو قدم قدمنا شكوى ضد إسرائيل للمحكمة الجنائية وهي جرائم حرب ترتكف في غزة غزة تحولت إلى معسكر اعتقال تجري فيه إبادة جماعية كلمات قوية وقوية جدا وصف دقيق وصف دقيق لأنها مركز اعتقال هذا محتشد إنه محاصر من كل ما كان منذ 16 عام يحاصره صهاينت اليهود وصهاينت العرب سيسي ومحاصر برا وبحرا وجوا وتراقبه الأجهزة من أقمار صناعية ومن طائرات تجسس ومن طائرات الدرونز وليس فقط الإسرائيلية الإسرائيلية وبعض الطائرات الغربية خاصة الأمريكية ومع ذلك تحاطل عليه لحد الآن أكثر من 35 ألف طن من المتفجرات أي 35 مليون كيلوغرام من المتفجرات بمعدل 14 كيلوغرام أو 15 كيلوغرام تقريبا لكل مواطن تخيل أنك أنت عندك أسرة فيها 10 أشخاص تنزل عليكم 150 كيلوغرام كمعدل من المتفجرات وهذه ليس أي متفجرات أشد المتفجرات ضمارا عندهم قنابل يطلقونها تطلق مئات القنابل الأخرى فتقوم بقطع الأرجل تمس العيون تمس ضرب في السدر تنطلق وكأنها رصاص كبير وهي قنابل تتفجر في الناس تنطلق وكأنها رصاص كيلوغرام تتفجر في مقاطع الأور Parl etichan